أريد أن نكمل الموضوع ماذا بعد رمضان؟ إن شاء الله إن شاء الله فضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد ماذا أنت بعد رمضان؟ عشنا أياما مباركة كثيرة النفحات والبركات كان أحدنا إذا أخطأ فنظر نظرة للحرام أو تكلم بكلمة من الحرام يعود بعدها إلى رشده يقول اللهم إني صائم هل لازلت تجعل من نهارك نصيبا للصيام؟ أم انقطع الصيام بانقضاء رمضان؟ هل لازلت تجعل من ليلك نصيبا للقيام؟ ولو بركعتين خفيفتين؟ أم انقطع القيام بانقضاء رمضان؟ هل لازلت تتعاهد كتاب الله؟ هل لازلت تتعاهد كتاب الله؟ أم انقطع ذلك بانقضاء رمضان؟ فتش في نفسك سيدنا سفيان بن عبد الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم ثم استقم إن بعض الناس يستقيم حاله ويصلح باله في رمضان فإذا انتهى الشهر الكريم عاد إلى حالته القديمة وسيرته الأولى فأفسد ما أصلح في رمضان فعمره في هدم وبناء ونقض وإبرام والله تعالى يقول في صورة النحر ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا هذه الآية لها سبب نزول يحكى أن امرأة كانت حمقاء لا عقل لها كانت تجمع الجواري وتأتي لهن بخيوط ليصنعنا منها أثوابا تلبس فكانت المرأة تعمل والجواري يعمل حتى تصنع من الخيوط ثوبا يلبس ثم بعد ذلك تأمر الجواري بنقض ما فعل لتعيد الثوب إلى خيوط كما كان فهذا هو عملنا بعد رمضان إلا من رحم الله يجتهد يكسر من الصيام والقيام وكراءة القرآن والذكر والدعاء ثم بعد رمضان يترك هذا كله إلا من رحم الله هل يرضيك أن يشكون القرآن لله رب العالمين قال تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا هل يرضيك ذلك هل يرضيك ذلك سألت السيدة سُئلت السيدة عائشة سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله قالت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله قال أدومه وإن قل قال أدومه وإن قل قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون لو استقام العبد على طاعة الله ديمة تنزل الملائكة تبشره بموعود الله له وهو على فراش الموت كما حدث مع سيدنا عمر ابن عبد العزيز وهو يحتضر كان معه مسلمة ابن عبد الملك وزوجته فاطمة فقال كوموا عني فإني أرى خلقا ما هم بجن ولا إنس قال مسلمة فكمنا وتركناه وجلسنا على الباب فسمعناه يقول مرحبا بهذه الوجوه التي ليست بوجوه إنس ولا جن ثم قرأ قول الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين قال ثم هدأ الصوت فدخلنا عليه فإذا هو قد غمض وسوي إلى القبلة وقبض أبو بكر بن عياش القارئ المشهور بشعبة وهو على فراش الموت وهو يحتضر جاء ولده بجواره يبكي فقال أي بني ما الذي يبكيك قال يا أبتي أخشى عليك الحساب قال يا بني أترى أن الله معذبني وقد ختمت الكرآن في هذه الزاوية ثمانية عشر ألف ختمة تخيل الحجرة التي ينام بها ختم بها الكرآن ثمانية عشر ألف ختمة ما بالك في المسجد وبين الناس يقول لولده أترى أن الله معذبني هذا طمع في رحمة الله هذا حسن ظن بالله إن الحق تبارك وتعالى يحكي لنا صفات عباد الرحمن يقول والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما بياتهم نومهم أن يقفوا لله سجدا وقياما في رمضان وفي غير رمضان فلو لم تبالي بربك لو لم تتعب نفسك في طاعة الله في الدنيا فمتى تجتهد متى تجهد نفسك متى اسمع ماذا قال الله قال الله تعالى في سورة مريم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا سيدنا بن عباس يقول نعد أنفاسهم عدا تخيل بالنفس أنفاسنا عند الله معدودة فكيف نضيع السعات كيف نضيع الأشهر والأعوام قال رسول الله صلى عليه نعمتان مغبون فيهما كثير من النفس الصحة والفراغ الغبن هو النقص معنى الحديث سريعا لا يعرف قدر هاتين النعمتين كثير من الناس الصحة والفراغ الله عز وجل أعطاك صحة تذهب بها وتعود وكم من إنسان طريح الفراش لا يستطيع أن يتحرك فكل الحمد لله كم من إنسان لا يستطيع أن يقضي حاجته بنفسه فكل الحمد لله واستخدم نعمة الله في طاعته حتى لا تزول منك والفراغ ضيع شبابنا أنا أعلم من الشباب من يمكث على الإنترنت والله يمكث على الإنترنت بالعشرة ساعات وغيره يضيع الوقت في ذكر مساوئ الناس والجلوس على المقاهي والضحك واللعب اسمع ماذا قال الله فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدة نعد أنفاسهم عدة بالنفس سيدنا عبد الله بن مسعود في يوم مشى مع أصحابه فمال إلى حائط وبكى فسألوه من الذي يبكيك يا بن مسعود اسمع قال أبكي على ساعة مرت من عمري نقص فيها أجلي ولم أزدد فيها من طاعة ربي ولم أزدد فيها من طاعة ربي يزيد الرقاش أحد السلف الصالح كان يبكي ويصرخ فيدخل عليه الناس وهو يقول لنفسه ويحك يا يزيد من ذا يصلي عنك بعد الموت من ذا يصوم عنك بعد الموت من الذي يقرأ القرآن عنك بعد الموت من ذا يترضى عنك ربك بعد الموت فكن ربانيا لا رمضانيا قيل لأحد الصالحين إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان قال بئس القوم بئس القوم لا يعرفون الله حقا لا يجتهدون إلا في شهر رمضان ورحم الله الحسن البصري حينما قال لم يجعل الله لعمل المؤمن أجلا دون الموت ثم قرأ قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فعود نفسك الطاعة أولا الصلاة حافظ على الصلاوات الخمس كنت بفضل الله في رمضان محافظا عليها ما الفرق ما الفرق في رمضان وبعد رمضان إن الأعمش رحمه الله قال فيه عدد كبير من تلامزته وأصحابه قالوا إن الأعمش رحمه الله بلغ سبعين سنة ولم تفته تكبيرة الإحرام وقالوا عنه لم ينظر إلى قفى أحد في الصلاة ما معنى ذلك أنه كان لا يصلي في الصف الثاني كان يصلي دائما في الصف الأول وأختم بقول وأختم أن محمد بن عقوب الأصم من السلف الصالح كان عالما ومحدثا يعلم الناس الحديث ففي مرة من المرات وكان يؤذن دائما في مسجده مكث سبعين عاما يؤذن في مسجده حتى أنه قام مرة ليؤذن وهو مشتغل بالعلم يعلم الناس الحديث فبدل من أن يقول الله أكبر الله أكبر قال حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي ثم ضحك وقال لنفسه أنا ماذا أقول ثم عاد وقال الله أكبر الله أكبر إنه السبات على الطاعة إنه السبات على الطاعة هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر